أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء بلجكا أليكزاندر ديكرو عن إطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر ضمن فعليات قمة شرم الشيخ للتنفيذ ضمن فعليات كوب 27 أعلنت مصر وبلجكا بصفاتهما رعاة المبادرة عن إطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر والتي عقدت السلطاء الماضي في إطار فعليات قمة القادة ورؤساء الدول والحكومات لتنفيذ ورحب رؤساء الدول والحكومات وممثل مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والقطع الخاص المشاركين في المائدة المستديرة في إطلاق المبادرة اشتركوا في القناة